بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد يا أحباب مع الدرس الرابع من مادة الدراسات الإسلامية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثالث قسم الفقه أوقات الصلوات المفروضة تبهيد قال تعالى أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم إلا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أستنتج من هذه الآية أن الصلوات لها أوقات محددة ومعلومة فهي الفعل نصلي الفجر إلا في وقت الفجر لا يجوز أن أصلي العشاء في وقت الظهر إذن الصلوات لها أوقات محددة ومعلومة لدى المسلمين جميعا من الصلوات من الصلوات الخمس أوقات محددة وهي الفجر الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر يبقى من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال يحسب الظل بعد فيء الزوال والمراد بفيء الزوال الظل الباقي عند زوال الشمس وحدي يقول لي عنه زوال الشمس وقت الزوال هو الوقت الذي يكون فيه منتصف النهار بين وقت شروق الشمس وغروبها في النص بالزبط ويكون بميلان الشمس قليلا عن وسط السماء ويلتهي وقت الزوال عند وقت صلاة العصر عندما يصبح ظل الشيء مثله لا أكثر ولا أطول يعني لو قلنا أن الشمس هكذا في منتصف السماء الأشعة عمودية تماما هكذا إذا جاءت الشمس تحرقت قليلا هكذا يسمى وقت الزوال لأن الظل بعد أن كان في المنتصف سيتحرق لاحية الشرق تمام هذا يسمى وقت الزوال الوقت الذي يكون في منتصف النهار تماما ويقول بميلان الشمس قليلا يبدأ الشمس تزول يعني تتحرك عن وسط السماء ويلتهي يبدأ يبدأ بالميلان القليل ويلتهي عند دخول وقت العصر عندما يصبح ظل الشيء مثله لا أكثر منه ولا أطول تمام نروح للباق العصر من خروج وقت الظهر اللي هو طول ظل العصى يساوي طول العصى إلى سفرار الشمس إلى سفرار الشمس العصر من خروج وقت الظهر اللي هو طول ظل العصى يساوي طول العصى تماما بعد فيء الزوال إلى سفرار الشمس فاكرين الظهر كمال مرة من زوال الشمس ما تحركت شوية زغيرين دول إلى أن يكون ظل العصى مثلها تماما بعد فيء الزوال بعد تحركت شوية المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر الشفق الأحمر هو الضوء الأحمر الذي يظهر في جهة الغرب بعد غروب الشمس شايفين الضوء الأحمر الذي ظهر هنا بعد غروب الشمس هذا الضوء الأحمر هذا الضوء الأحمر هو الذي نتحدث عنه هذا الضوء الأحمر الضوء الأحمر في جهة الغرب بعد غروب الشمس المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر يعني إلى أن يغيب الضوء الأحمر خلاص ما عادش موجود العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل إلى نصف الليل يعني نبدأ من أول من الليل ينتصف يبقى خلاص انتهى وقت العشاء منتصف الليل تماما هنا قلنا تعرف مع معلمك على كيفية زوال الشمس قلنا أي تتحرك من كبد السماء من المنتصف السماء كما شرحت لكم منذ قليل تبدأ تتحرك إلى أن يصير ظل الشيء كمثل العصو مثل عصو مثلا مثلا متر دمع متر متر دمع مترين وقلنا تعرف مع أبيك على الشفق الأحمر قلنا هو الضوء الأحمر الذي يظهر عند غروب الشمس الضوء الأحمر الذي يظهر عند غروب الشمس وأهو هو الضوء الأحمر الذي يظهر في جهة الغرب عند غروب الشمس وتحدثنا عن كيفية زوال الشمس وقت الزوال والوقت الذي يكون في منتصف النهار وغروب ويكون بما يلال الشمس الزوال يبدأ بما يلال الشمس قليلا عن وسط السماء وينتهي وقت الزوال عند دخول وقت صلاة العصو عندما يصبح ظل الشيء مثله لا أكثر منه ولا أطول كان محمد ذهما مع والده لأداء الصلاة في المسجد فوزد زملائه يتجون إلى المسجد أصف شعور محمد في تلك اللحظة طبعا محمد يشعر محمد بالسعادة لأن زملائه حريصون على أداء الصلاة ويطيعون الله عز وجل ويقول أن اللي بيجي بعدها من السم لأن زملائه حريصون اسم لأن وخبر لأن مرفوع يبقى لأن زملائه حريصون على أداء الصلاة ويطيعون الله عز وجل هذا هو شعور محمد وهكذا نقول قد انتهي من شرح هذا الدرس لا تنسونا بالدعاء واللايق والاشتراك في القناة وأذكركم بأن القناة عليها كل المواد داخل قوائم التشغيل قائمة لغتي رياضيات علوم دراسات مهرات حياتية ابحث عن القوائم ستجد ما تريد ترجمة نانسي قنقر